ورجعت لكم تاني مع سلسلة موبايلات سعرها نزل وبقت بتقدم صفقة ممتازة. والمرة دي جايب لك 13 موبايل فيهم موبايلات فعلا قوية جدا. واقول لك روح اشتريها على طول لانها فعلا بقت بتقدم قيمة ممتازة دلوقتي مقابل السعر. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تنساش لايكك سبسكرايبك الراية واتفعل زرارة الجراش اني وصل لك منا دايما كل جديد. لايكك واشيرا ما يفروض كتير جدا في انتشار الفيديو عايزين نوصل ميتين الف مشترك في عرب وقت شدي معانا كده. كمان ما تنساش تابعنا على كل المنصات التانية سواء لك تحت في الدسكريبشن فيزبوب تيكتوب كل اللي نفسك فيه هتلاقيه من وجود تحت انزل برضو بص بصة. اما دلوقتي بقى خلاننا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد وده قناة واول موبايل انا شايفه صفقة ممتازة دلوقتي لو فعلا بتفكر انك تشتريه اشتريه لانه فعلا موبايل قوي وبيقدم قيمة هيلة جدا مقابل السعر. والاهم انه مشغالي بيتكلم في خمس تلاف تلتمين جنيه هو السامسونج اي زيرو فايف اس. فعلا انا شايف ان ده احسن صفقة دلوقتي ممكن ان انت تشتريها في فئة خمس تلاف جنيه. هو موبايل تاني من اوبا انجيلو دلوقتي. بس ده الاكتر ترشحا بالنسبة لي لانه فعلا قيمة هيلة جدا مقابل السعر. من اول البصمة الممتازة الموجودة في زراءة البار مع المعالج الستمائة وتمانين مع الشاشة الفول اتش دي بلاس الاي باس تسعين هيرتز. عيبها طبعا انها بالنوتر مدرب نوتش ولكن الاداء ده. والشاشة دي مش هتاخدها في اي موبايل تاني ككمبو مع بعض في الفئة السعرية دي. عشان تاخد فول اتش دي بلاس. مع تسعين هيرتز مع مع معالج قوي ومحترم اتطلع لفئة ستة سبعة تلاف جنيه. فالموبايل ده فعلا بيقدم شاشة ومعالج انا شايف ان دول اكتر بكتير من فئة السعرية. فعشان كده دايما بقول لك الموبايل ده اعلى قويمة في فئة خمس تلاف جنيه. وانت بتفكر في ارخص موبايل يكمل معك بدون اي مشاركة الموبايل ده فعلا ممتاز. وده نوسخة الاربعة مية تمانية وعشرين. اما بالنسبة الموبايل اللي بعد كده هو للشخص اللي بيحب شاومي جدا وبيدور على افضل توليفة من شاومي في سنة عشرين او وعشرين. بدون مبالغة في الفئة الاقتصادية هو الريدمي نوت سيرتين. اتكلمت كتير وقلت ان الموبايل ده بيقدم توليفة على معضها بتكاد تكون الاقوى. وان الموبايل ده فعلا مظلوم عشان خاطر وجهة شاومي او سوفتوير شاومي. وان الموبايل دلوقتي سعره سبعة تلاف وربعمية وخمسين جديد للنسخة ستة مية تمانية وعشرين. الموبايل ده في حاجات مش هتلاقيه في اي موبايل تاني في فئة السعرية زي الشاشة الامولين الالف وتمنمية نت سن مية وعشرين غيرتس اللي بتجيب حفة قليينة زي الثلاثة وتلاتين وط سماعات ستريو معالج ستمية خمسة وتمانين مقبول جدا على الفئة السعرية دي. او في حاجة زي الاي خمستاشر اقوى بجين تسعة وتسعين. ولكن الشاشة في الموبايل ده مختلفة تماما عن الاي خمستاشر. وافضل سماعات ستريو مش موجودة في الاي خمستاشر. شحن سريع تلاتة وتلاتين وط برضه مش موجود في الاي خمستاشر. وحكت الموبايل موجودة معك في العلبة. فاللي بيفضل شاومي ده افضل صفقة دلوقتي تشتريها من شاومي في الوقت الحالي. الموبايل رقم تلاتة هو الايفون سيرتين وشايفه المصفقة حلوة جدا للشخص الصانع المحتوى. فعلا انت مش اكليه افضل من الموبايل ده يدي لك تصوير فيديو ويدي لك استخدام برامج السوشال ميديا يريحك جدا. لكن لو انت بقى بتدور على التقنيات الجديدة والمية وعشرين والشاشة الكبيرة والبطارية اللي ادوه اكتر من يوم والحاجات دي مش هتلاقيها للأسف مع الايفون سيرتين. سعره دلوقتي اربعة وعشرين الف وخمسمين جليل نسخة المية تمانية وعشرين جيجا. ولو انت بتحمي شركة ابل وفي نفس الوقت صانع محتوى ومعاك انك تزود فعند دلوقتي الايفون سكستين الجديد العادي ليعتبر بالنسبة لي افضل ايفون متوازن من قبل كقيمة مقابل سعر في سلسلة الايفون الجديدة. سعره دلوقتي وصل لاتنين واربعين الف وخمسمية بعد ما كان بربعة واربعين وبخمسة واربعين الف جنيه. فانا شاف ان سعره خطير للي عايز احسن موبايل من شركة ابل في سلسلة الايفون سكستين الجديدة كلها هو الايفون سكستين العادي فعلاً خطير. عندك سلسة خطيرة بحواف قليلة ان سوبر ريتل اكس دي قربي تاعد قبل عندك معالج خطير والمعالج ده بيجي دعم للزكاة الاصطناعية اللي لسه هنشوفه قريب من قبل اللي قبل وعدت به في نفس الوقت تجربة كاميرات خطيرة كاميرا اساسية وكاميرا الترويد والكاميرا الترويد كمان بتدعم التصوير الماكرو. فالموبايل ده بالنسبة لنا اخطر صفقة دلوقتي ممكن تجيبها من سلسلة الايفون الجديدة. المبرق يوم خمسة هو الريلمي جي تي سكس. في ناس كتير بتدور على الموبايل ده وعايز يلعب مئة وعشرين فريم في فئة العشرين الف جنيه. فانا اقول لك ان الريلمي جي تي سكس دلوقتي السعر وثلاثة وعشرين الف جنيه للنسخة الاثناشر متين ستة وخمسين. ولكن خلينا اقول لك لو انت بتدور على موبايل متكامل انت زي حالاتك كده بتمسك موبايلك تستخدمه في برامج السوشال ميديا تصوير كلام من ده فالموبايل ده مش هيكون احسن اختيار ليك. روح الفيفو في فورتي بدون تفكير. ولكن لو انت بتاع جيمينج وعايز تلعب وعايز شاحن سريع في العلبة وشاشة خطيرة. الريلمي جي تي سكس هيدي لك مئة وعشرين فريم مرتاح. مفيش اي موبايل في فقته. هيقدر يدي لك عدد انفريمات دي. الموبايل رقم ستة هو من شركة اوبو. ولكن خد بالك قبل ما تشتري لازم تكون بتحب اوبو. ومش متركز على القيمة مقابل سعره. هو طبعا الموبايل سعره نزل عن الاول ولكن مازال لسه محتاج ينزل اكتر هو الاوبو ايه تمانية وتلاتين. سعر النسخة الستة ماتمين وعشرين منه كانت بسبعة ونص دلوقتي نزل لستة تمنمية. وانا بصراحة شايف انه محتاج ينزل اكتر من كده. ايه نعم الموبايل بيقدم لك تلاتة وتلاتين وقت بيقدم لك شاشة حلوة تسعين ولكنها لكنها بالووتر لو عايز حاجة من اوبو زود لسبعة متين سبعة تلتمية وقتين ايه ستين هتاخد شاشة افضل كاستغلال حواف وشكل وكمان هتاخد شاحن خمسة واربعين وقت هتاخد كمان سماعات استيريو. الموبايل بعد كده برضو من اوبو ولكن من وجهة نظري ما تشتريش استنى شوية هو الموبايل ده كان سعره سبعة ونص وسبعة ستمية. دلوقتي النسخة الستة ماتمين وعشرين نزلت لستة تسعمية. وبرضه اقول لك نفس الكلام الموبايل حلو كشاشة. بدي لك شاشة الف نتس ولكنها شاشة ولكنك بتاخد معالج سكس اس جين وان مش احسن حاجة. فالموبايل توليفة تعتبر قليلة على شركة اوبو عندك الاوبو اي ستين قيمة اعلى منين لاتنين دول من الاوبو ايه تمانية وتلاتين ومن الاوبو ايس ري مقابل الساعة. الصفقة المسالية عند اوبو باول نقول لك روح اشتريها والاوبو اي سري اكس. سعره دلوقتي خمسة ربعمية للنسخة الاربعة مية تمانية وعشرين وده احسن تاني صفقة في فئة خمس تلاف جنيه. اللي خليني اروح للا اي سري اكس من سامسونج. لو انت عايز شاشة شكلها افضل وستطيعها اكتر وبتدور على سرعة شاحن اعلى والشاحن كمان معك في القلبة مش عايز تصرف اي جنيه. هتروح لل اوبو اي سري اكس فعلى الخطير في الحيتاتين دول في الشاشة وفي سرعة الشاحن. لكن لو انت بتدور على الاداء والكاميرا سامسونج افضل بكتير في نقطة الاداء والكاميرا وخصوصا الدعم باستمرار اللي معك من سامسونج لتلات سنين او اربع سنين سوفتور افضيت. الموبايل بعد كده هو من شاومي ريدمي نوت سيرتين برو ولكن النسخة الفور جي سعرها دلوقتي نزل شوية متين ستة وتونسين جيجا بقت بعشر تلاف وسبوامية جنيه. وخلينا اقول لك ان تشتري الموبايل ده بحالة واحدة انك بتحب شاومي وعايز تجرب حاجة من شاومي فقط عشر تلاف جنيه فما قدماك شغل الموبايل ده هو افضل صفقة دلوقتي. لان ما فيش غير الريدمي نوت تولف اس وفرق خمسون جنيه تقريبا ما بينه وده افضل. ويا اما تنزل وتجيب الريدمي نوت سيرتين. فده دلوقتي اعتبر صفقة حلوة للي بيحب شاومي. الموبايل بعد كده هو افضل موبايل في فئة ستة الاف جنيه او بداية ستة الاف جنيه لو انت تجيب ويقعد معك سنتين تلاتة بالكتير. مش هتطول اكتر من كده هو السامسونج اي خمستاشر. ولكن النسخة اللي اربعة جيجا بايت رام مية تمانية وعشر جيجا زكرة تخزينيه سعرها دلوقتي خطير ستة الاف جنيه بالظهر. وخلينا اقول لك ايه اللي بيمازل الموبايل ده في بداية ستة الاف جنيه. الشاشة الامولي التسعين اردس الخطيرة الفون اتش دي بلاس مع الجي تسعة وتسعين والكاميرا الاساسية والكاميرا الالتراوية للي ادأه محلوة جدا 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 كمان. وبطارية ممتازة من الاخر بتكمل معاك اليوم كله وعندك كمان بصمة كويسة بتشتغل بكفاءة موجودة في زراء الباور. فلو انت بتدور على الحالين دي اي خمستاشر صفقة ممتازة. انا بحب شاومي عايز موبايل في فئة سبعة تلاف جنيه مش هجيبني لان المعالج ضعيف عايز حاجة للجيمينج. فانا قدر اقول لك ان الريدمي سرتين نازل عليها عرض دلوقتي للنسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع تمانية جيجا بايت رامب سبعة ربعمية حاليان. وتجيب الموبايل ده لو انت عايز تجربة العب عايز ظهر ان الازاز عايز في نفس الوقت حجم زاكرات تخزينية كبيرة متين ستة وخمسين. ولكن انجيت للحق لو سألتني هقول لك اقوى بكتير منه في الكاميرات وفي الشاشة وفي تجربة المستخدم. من وجهة نظري. ده اقوى في الالعاب فقط. اخر موبايلين معايا في الفيديو. واحد من اوبو والتاني من سامسونج. خلينا نبدأ بالاوبو. الاوبو اي تسعة وسبعين الفايم جي. سعر دلوقتي وصل لتسعة تمنمية بعد ما كانت بعشرة متين وبعشرة تلتمية. خلينا اقول لك. لو بتدور على اداء الالعاب. وبتحب اوبو ان اي تسعة وسبعين في موالك خطير جدا. اداء ممتاز ما فيش اي مشكلة تماما. اداء يضاغي بالزبط الجي تسعة وتسعين. ولكن لو انت عايش شاشة ابلد عايز كمية الحاجات بقى والتحديثات اللي موجودة والكلام ده كله. فالي تسعة وسبعين مش اختيارك? لو عايز من اوبو حاجة للي استخدامه شاشة محترمة والكلام ده هتجيب رينو تولف اف. عايز اداء الالعاب تجيب ان اوبو اي تسعة وسبعين كاداء فعلا خطير. واخيرا السامسونج ستوينت سري اف اي سعر النوبال دلوقتي نزل من خمسة عشر ستة وعشر الف جنيه لحد تلاتة وعشرين الف ومتين جنيه. لو بتدور على اداء قوي يعتبر من اقوى الاداءات اللي موجودة في نفس الوقت انت بتحب سامسونج وعايز الدعم باستمرار معاكسه في طوير قبضيك لسنين قدام سامسونج ستوينت سري اف اي موبايل قوي جدا في النوطة دي وخصوصا كمان تجربت الكاميرات الحلوة جدا جدا. ولكن لو انت بتدور على موبايل متوازن على بعضه فلا الفيبو في فورتي بالنسبة لي هو احسن موبايل فئة تلاتة وعشرين الف جنيه بيقدم قيمة عالية جدا 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 مقابل السعر. دول تلاتتاشر موبايل من وجهة نظري فيه فيهم اللي سعره نزل وبقى صفقة ممتازة واكيد قلت لك عليه حاجة زل سامسونج اي خمستاشر ال ازلو فايف اس ال اوبو اس ري اكس وهكزا والايفونات عامة ال سيرتين والسكستين وفي الموبايلات تانية مش بتقدم قيمة قوي او سعرها نزل او لكن استنى عليها شوية زي ريت بلود سرتين برو زي عندك ال اوبو اي تمانية وتنتين ال اوبو اس ري دي بعض الموبايلات اللي تستنى عليها شوية رأيه من وجهة نظري سعرها ممكن ينزل اكتر وتبقى مناسبة اكتر. ما تنساش اكيد تفاصل الفيديو لايكك سبسكرايبك الراية واتفعل زورك درجة ان وصارك من ندم كل جديد وكان عادة انتظرني الفيديو جديد سلام.